موسيقى يعمل عبد السلام المسعود في مهنة التنجيد العربي منذ أربعين سنة ولازل في ممارسة المهنة رغم نزوحه من مدينة طيبة الإمام في محافظة حما إلى ريف إدلبال جنوبي تعلمت المصلحات في مدينة حما عند معلم بقيت عنده حوالي خمس سنوات ست سنوات وبعدين طلعت فتحت محل حالي وصلت اشتغل حالي فرضت الأوضاع السائد العمل بهذه المهنة بالأدوات القديمة دون الاستعانة بالآلات بسبب عدم توفر الكهرباء بشكل دائم وغلاء المعدات الآلية وصعوبة تحمل تكلفة تشغيلها إضافة لمنافسة معامل الإسفنج بسبب الظروف الحالية الموجودين نحن فيها رجعنا للقديم كثير عدم موجود الكهرباء كانت في آلات تشتغل هي النت في الصوف وأضاف في العيو ورجعنا للبدايات على السيخ وعلى الإسفنج اليدوي أكثر من الآلات هلأ المهنة شغالة ولكن خفت كثير عن قديم بسبب وجود معامل الإسفنج والإحرامات والتعرفة الشغلات نستغل للحف رغم مردودها الضعيف تعتبر مهنة التنجيد العربي من التراث السوري وهي باقية كجزء من ماض يحمل عبق التاريخ بأيدي عبد السلام المسعود وأمثاله من الحرفيين القدامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر